الرئيس السيسي يكتمع مع رئيس الوزراء ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الفريق اول محمد زكي يتناول الافطار مع مقاتل المنطقة المركزية وقوات التدخل السريعة صندوق تحيا مصر يوزع عشرين الف قطعة ملابس جديدة على الاسر الاكثر احتياجا مجانا بمناسبة عيد الفترة اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولية ووجه الرئيس خلال الاجتماع بتطوير آليات الترويج للفرص المتاحة للاستثمار كما اجتمع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ونيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر شارك الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي عددا من القادة والضباط والصف والجنود من مقاتل المنطقة المركزية العسكرية وقوات التدخل السريع وعدد من هيئات وادارات القوات المسلحة وعدد من اعضاء هيئة التدريس وطلبة الكليات العسكرية وتناول وجبة الافطار معهم المزيد في سياق هذا التقرير شارك الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي عددا من مقاتلي المنطقة المركزية العسكرية وقوات التدخل السريع وعدد من هيئات وادارات القوات المسلحة وعدد من اعضاء هيئة التدريس وطلبة الكليات العسكرية تناول وجبة الافطار والذي يأتي ضمن لقاءاته الدورية برجال القوات المسلحة للوقوف على الحالة المعنوية والاستعداد القتالي لكافة الوحدات والتشكيلات ونقل القائد العام تحيات وتقدير السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة لرجال القوات المسلحة وتقديره لما يبذلوه من جهود وتضحيات للحفاظ على الامن والاستقرار والدفاع عن الوطن ضد كافة المخاطر والتحديات واكد القائد العام ان الجيش المصري سيظل دائما مثالا يحتذا به في الوطنية والاخلاص والعمل بتجرد تام لاعلاء المصلحة العليا للوطن وان القوات المسلحة تزداد يوما بعد يوم قدرة وجاهزية على تأمين وحماية الدولة في ظل الاستمرار في تطوير نظم التسليح البرية والبحرية والجوية وامتلاك احدث الاسلحة والمعدات بالاضافة الى ما وصلت اليه التشكيلات والوحدات من روح قتالية ومعنوية وقدرة عالية على تنفيذ كافة المهام التي توكل اليها وقام القائد العام بتكريم عدد من المتميزين تقديرا لتفوقهم وتفانيهم في الحفاظ على اعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالي واداء المهام والواجبات المكلفين بها في نطاق مسؤوليتهم خلال الفترة الماضية حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة قام صندوق تحيا مصر اليوم بتوزيع عشرين الف قطعة ملابس جديدة على الاسر الاكثر احتياجا في سبع محافظات من خلال بنك الكساء المصري واحدى عشرة جمعية اهلية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك يأتي ذلك في اطار تنفيذ مبادرة دكان الفرحة والتي وفر من خلالها الصندوق مائتين وخمسين الف قطعة ملابس جديدة من مساهمات عدد من مستورد ومصنع الملابس الجاهزة لتوزيعها على الطلاب الاولى بالرعاية بمختلف الجامعات والاسر الاكثر احتياجا مجانا تقدمت شركة تذكارة بالشكر للجماهير المصرية الوفية التي تتقدم باعداد كبيرة من اجل حجز التذاكر الخاصة بمباريات بطولة الامم الافريقية المقامة بمصر الشهر المقبل مما ادى الى نفادي تذاكر بعض الدرجات لعدد من المباريات بالبطولة واعلنت شركة تذكرة التزامها بالنظام المعلن في حجز التذاكر بالبطولة من خلال موقعها الالكترونية للحصول على بطاقة المشجع وكذلك التذاكر الخاصة بالمباريات وترجو جميع المشجعين المصريين للالتزام بهذا النظام المصمم خصيصا لتسهيل اجراءات الحصول على التذاكر كما اعلنت الشركة التزامها الصارمة بالساعة المحددة لحضور الجماهير في كل استاد من الاستادات المخصصة للبطولة ضبطت الادارة العامة بالتنسيق مع جهزة البحث الجنائي بمدريات الامن المختلفة عناصر اجرامية لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها المزيد في التقرير التالي تنسيقا مع مدريات الامن وقطاعي الامن العام والامن المركزي والادارة العامة لتدريب كلاب الامن والحراسة واصلت الادارة العامة لمكافحة المخدرة جهودها لضبط تجار وحائز المواد المخدرة ونجحت في هذا الإطار في ضبط 11 شخصا بعدد من المحافظات بحوزتهم 389 طربات لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الهروين وأكثر من 7000 قرص مخدر واعترفا مقبوض عليهم بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار وتروجيها على عملائهم اشتركوا في القناة